إلي صعب أهلا وسهلا فيك ببرنامج آخر مودة وبما أن اسمه آخر مودة راح تكون مقابلة معك عن آخر كولكشن راح نشوف عالكا توقن شو استوحيتها أول شيء أهلا وسهلا فيكم هادي الكولكشن مستوحية من بارسلونا بالذات من بناية لابيدريرا طبعا الجودة تعرفين أنا دي تعلق بكل شيء أرشتكتور وحسيت أن هالبنائة خصوصا من برا كتير بتشبه الأشياء اللي بعملها لأن كلها الإنسيابية المضرونة يلي ما أتعرف يكي تبلشت وتفخلصت والدربزين طبعا يلي كله باروك عملتلي إذا بدك مصدر إحاق كتير قوي لها الكولكشن في بين الأسطور ستيل اللي سعب جديد ستيل اللي زمان ما استعملته أنه هلأ أرجعت طلعته بعدين في قطع بالقطع كتير بسيطة والمرة فيها تلبسهم بكتير سهولة بنتر حتى تشوف العرض وبتعطيني رأيك بعدين لحظنا أنه نحن عم نشوفك اللي عم نتعمل بطل إسيائش للمودلز لحظنا في هيد كاملون بيود باش بودغي شو استعملت ماشو؟ شو هن الألوان الأكتر شتيرة حنشوفه؟ يعني ما بعرف الألوان اللي صعب معروفة شو هي يعني أهمها الأسود أنت كتير بتحب الأسود أنا بحب كتير الأسود بتحب الألوان اللي مبودرة كلها يعني أنه الباج، الزهر، البودراز يعني كل الألوان البودراز لإليها هم أحلس شيء وأكتر شيء بالبقو مع التطويرز كيف تحب الأسود؟ هالمرة في كتير أسود بالكولكشن يعني بداية الكولكشن تقريباً كل الأسوداء عندك لين موت كوتور لين كوتور فينا لين فتا بورتي لين كوز لين سعب عندك لسانس الليسانس أكسسروار إن شاء للانسيتش NA equally ماذا العقودة عادة للكشن؟ ما هي العقودة لاباةةةةة؟ ستراحها في 2019 حتكون السنة كتير مهمة بحيات كل شي بدي تكون نازل فيها خبرنا أكتر عن الفابريكس شو ستعملت شو الأساطر رح نشوفها قديش الفستان رح يكون طويل قصير خبرنا الحقيقة بها الكولكشن في مش قصات يما في روح جديد للأدكتور إنه في كتير أشياء بتنلبس على يعني كوكتيل فيه ممكن عشا ممكن إفنمان رسمي يعني بقصد مش الفستان الصهرة يلي معودين بس يشوفوا عنده صعب شي جديد هالمرة هو بنوعية يما بشكل العطاعة العملية عنده صعب يعني كتير فيه بمتالونات كتير فيه ساطين عصيري كتير فيه فولومات يلي ما تعود يشوفوا عنده اللي صعب حشوفوا البوتيك اللي صعب صار موجود بأهم مناطق أهم العواصم بالعالم باري نيويورك وين بعد هيك حبت تكون عند البوتيك بأي عم؟ هلا عم نطور كتير أمريكا عم نطور كتير كل فليال أمريكا عم نشغل عليه والفليال الجديد يلي حتبلشوا تحصوا بوجوده هلا أكتر هو الصين الصين بأسيا كلها طريقة مش الصين بس شفنا بكورشوفال موسمة موسمة أكيد سانت روبتال كورشوفال اللي هو دي بس مواسمة معقول نشوف بين القرآن عند اللي صعب؟ ايه معقولي بس مش هالسنتين الجنين تعملت مع أهم طاق مادرس بالعالم بس مين هي المودال اللي بتشبه إيماج ميزون الي صعب؟ أنا بحس إنه ممكن تأسل سلبا دايما على الماركة لأنه ممكن إنه هيدا الشخص لما هاي المودال ما يكون بحبوها الناس ما بحبوها يما مش دايما تكون منيحة يما تنزل ما تطلع أنا ما بآمن بهال هايك هالديو اللي دل ملزوق ببعده حتى بستارز بهوليوود شفنا أكتر من الناجمة اللي بسطلة كتيرا ما في كمان حدا من ناجمة مميز عندك دايما مميز عندك المميز زي اللي عبالي يلبس من عندي بس إنه حدا نقلك أنا يا لطيف إنه ميز إنه يجي يلبس من عندي مش لها الدرجة يعني عرفت أصدق؟ يعني بتهمني لهفة الست يا ما المسلي يا ما العميرة يا ما أي حدا حابة شو بعمل يعني أكتر ما بالعكس لأن أنا بآمن بالعلاقة بأنه ممكن واحد يكون عن بعيد يقول يا لطيف هيدا إنه شو بحب إنه أتعرف علي بس تعرف علي بقول أف إنه كان فيه بأنرجة تبعها عمارة مش الأنرجة بس إنه أنا بقول الأيام والعلاقة والناس مع بعضها هي ممكن تقرب الأشياء من بعضها أكتر من إنه تستحل شيء من بعيدة يعني اللي صعب بعلقتك وطيدة ببريز بس شوي بعيدة عن بيروت يعني أكتر شيء من لاحظ أنك لما تعمل الدفيلة بيكون برة بيروت قليلاً شوفك ببيروت عم تعمل دفيلة شو السبب؟ بقلك إنه بخصوص وجودة ببريز بخصوص الأوت كوتور والبرتاب بورتي وكل النشاطات اللي بعملها ببريز بقلك إنه لبناني بالعالم كله يعني اللي عم بيعمل انتشار برات لبنان هو كل مرضود السوكسات طبع أي لبناني بينجح برها هو عم برجع خير للبلد إنه وبقلك إنه إن شاء الله جينا أيام كلنا عم برجع ونعرض من بيروت وبيكون كل شيء متل ما لازم إن شاء الله أده أنت بهمك السوشال ميديا وأده بتحس إنه سوشال ميديا رح ضاين أو راح تعيش؟ بقلك إنه بتهمني وما بتهمني بذات الوقت لأن إذا بتفكري إن كترتها منا كتير منيحة وكل الناس عم تتورط إنه بكتير كترة على السوشال ميديا وعلى إنه ما بعرف إنه أنا بقلك أنا مش إني ضد التكنولوجيا ما ضد بحس إنه كتير صادر شيء بحسها حتعيش؟ إيه حتعيش حتعيش أكيد حتعيش بس بدي أقلك إنه مش كل شيء لشوفيها على السوشال ميديا بكل مظبوط إلي صعب أنت ملبس أهم وجود بالعالم وأهم نساء وأجملهم بس مين بيلبسه إلي صعب؟ أنا بلبس بسيط يعني ما مني هالقدة داندي يعني إنه بدلاتي كتير كلاسيكة بلبس منهار إنه عادة إنه ما بعرف أنا من زمان بعملتها بعن زانية إنه بدلات و من زمان كتير يعني زانية المفضلة عندك؟ لأن عندهم عامل معهم وعمل كل شيء فإياسك معروف؟ إياسي معروف عندهم وهايكي بطلبهم كل موسم بيجو وخلاص لاحظنا ليتلي بالدزاين عند إلي صعب عم تستعمل كتير برينس فابري أنا بقلك إنه أنا كان أول مرة بكولكشن الصيف بكولكشن الأمازون استعملت فيها نقشة الحية وكتير عملت سكسير يعني هلأ صالد أوت بكل المحلات والهلأ بالكروز البدا يجي مثل الأميس اللي بستيها هي كانت أول مرة بستعمل أنا نقشة النمر بس أنا خلقتها مع الورد ومع المارغوريت والكوكيكو حتى تعطي هال هايك الرومانتك يما بطريقة ميزة ساكير طرفان بحب نحتي تمان أكتر من ضوء عليهم ومع المساعدة ومع المساعدة الأكسسوريز كتير عمي حبوان ما فيك تقولي برند إلي صعبه ما عنده أكسسوار ما عنده ديوار ما عنده بارفام ما عنده يونات كل هول إشياء بدون هولي برند بتكون مقصة كتير إشياء وهلأ إلي راح نروح عند زميلك بتحبه كتير إنت من بدايتك رفقك علي جفال بعرف أدي بتحبه أدي هو بحبك وأدي هو مخلص لقلك راح نشوف هلأ أسئلة علي إلي أنا كتير مبسوط اليوم عم بقابلك بباريس بمكانك الجديد وهيدي بش أول مرة بنتلاقها بس أنا حابة بروح لمحلات شوي أنتيم لقلك هي العائلة أنت كإنسان كمصمم مشهور أي أقرب لقلك إلي المصمم وإلي الأب العائلة معلفي من ثلاث أشخاص ثلاث شباب لا أنا بهمني الإنسان بهمني الإنسان يلي أسمعني السعب مش شو بيعمل بهمني البي بهمني الزوج بهمني الخي بهمني أنه كل يعني أنا ما بعرفة قد تعرف أنه مبتيل زمان مش لازم أقوله بس أنه أنا إنسان طبيعي إنسان ما بحب أخسر ما بحب أخسر هالشي لعندي إياه يعني أنا إنسان قبل ما أكون أي شي تاني أهم صفة بتخيل الإنسان بنوصف فيها أنت تربيت على مبادئ كتير حلو لبنانية هل هالشي نقلتون لأولادك؟ أي أكيد بقلك أنه حتى أولادي بكتير مطارح يمكن لبنانية أكتر منه يعني ده أنا متعصب لبلدي وقدي إنه عملت ورح أعمل وبعد ما عملت إسابتك كمان يعني إنه هني كمان مساعدين مش بزيزة بطريقة بلاحظة الضعف لمين تلتجي؟ ما نعم ما بلتج إلا لربنا دايما إنه ما ولا مرة يعني إسابتك في خط ديراكت بيني وبين ربي دايما يعني ما بقول إنسان مش لازم يلتجي لحدا أي متع أكتر مرة حسيت أن أنت عن جاد قوي ونجحت والهدف اللي بدك توصل له وصلت له لمحل أكتر ما أنت متخيله أنا مش رح أقول لك قوي بس بقول لك أنه كل يوم أنه بحس حالي قوي لأن أنا زلمة كتير مؤمن بالعن بعمله وكتير عطيه وقتي وحياتي يعني ما بتصور حدا فيه يعطي مصلحته أكتر ما أنا عطيتها يعني بعالم البزنس أو فاشن أمت فكرت بزنس وأمت فكرت فن من أول اليوم فكرت بزنس ولا مرة فكرت فن لأن الفن إنك تعمل قطعة ناس تحبه يعني أنا ما تفكر مصاري إذا بدك إنه لما بعمل قطعة وما بتنحب بالنسبة للي هدي خسارة كبيرة بتشوف عالم من كل الأجنيس قدي عندك حاسة سيسة تقفر العالم يلي ممكن يكونوا منيح ممكن يتعانوك بالظهر ممكن يكونوا حطيت أمالك علي أنه ما كانوا قدي الثقة بقول لك إنه كان عندي إياها أكتر هدي الحاسة هلأ قدمع بصير في عالم حوالي صارت بأيام بقول مش لازم شغل هالحاسة لأنه ما فيني كله إنه يكون على المصطرة يعني بقلك مع الكبر الشرك اللي صرنا له إنه يمكن شوي مش لازم نفكر بهالشي اللي أكتر أماشي بتشبهك شو هي؟ هي الجرجات ما كلش شفاش أكتر لون بيعبر عن شخصيتك؟ لون الباج عطرك المفضل هو من الياسمين أو من العنبر أو من أي مادة أخرى؟ يعني عطورة معروفة يعني ما بغيرها إنه بفضل الأشياء يلي من ظهورة يعني أكترها شكرا لألك إلي شكرا لإستضافتنا لألك هون بمكانك الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لامل